متابعينا الكرام متابعي جريد في موقع اهل مصر في كل مكان مساء الخير على حضرتكم. النهاردة معنا بطل وهي هنقول زي ما انا شفت كده وسمعت في المطار اهم اهم ابطال مصر اهم. اهم اهم المصريين اهم. معنا بطل من زوي الاحتياجات الخاصة من محافظة بورسعيد عمر توحد لكن هو اسبت لنا ان ما فيش حاجة اسمها اعاقة. احنا عندنا طاقة وما فيش اعاقة وكمع يعني هنا بقدم لكم النمازج من دي كتير جدا جدا والنهاردة معنا بطل مختلف. بطل من نوع اخر. بطل من طراز اخر معنا عمر كمال. عمر كمال حقق ميداليتين زهبيتين. ميدالية اه في الجلة وفي الكورس. يعني كمال اجسام. اه لا العاب قوة. العاب قوة. اه وطبعا هنقول عمر حقق اه رقم قياسي وانتصر على اه هنقول بطل العالم في اسرائيل. يعني بطل اسرائيلي. فعمر اخي. عمر علاء الدسوئي. اه فعمر علاء الدسوئي هنقول ابني من ابناء محافظة بورسعيد واللي رفع اسم مصر واسم بورسعيد في المحافل الدولية وحقق ميداليتين زهبيتين. وهنا يعني انا انا فرحانة مش عارفة ابدأ اللايب ازاي بس هقولك ازايك يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ازايك? الحمد لله. اه عرفنا كده قولنا اسمك عمر ايه وحققت ايه? بتلعب فيه. انا اه امر عندي اتنين وعشرين سانة انا بلعب في نادي بورسعيد. وابلعب وابشكر الكابتن يا كامل الحمد لله تعب تعب معانا كل الفترة دي كلها واشكره انا بس بعتبره كده ولدي 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 ولدي. يعني مش بيلعب اصلا قبل كده اي حاجة بس هو الكابتن ضياء هو بيحبه جدا طبعا بمناسبة هو اي حد بيتعامل معاك حتى الولاد طول المتخف كلهم اتعلقوا به لان الكابتن ضياء طبعا يعني مش مدارب بس لا ده هو ابو كماك. هو بيعتبره ابو فعلا ابو وهو يعني قعد معاك صراح. نقدر نقول لي الفاضل كبير في انه هو يوصل ويحقق البطولات دي. لانه هو بدأ معنضي بالفقاب. لعب معاك وكان يعني من ضمن الاسوياء ما كانش بيه اعطاء نضي بالفقاب. يعني دربو مع الاسوياء ودخل فعلا بطولة جمهورية مع الاسوياء شارك فيها. لان عمر الحمد للرب العالمين هو ارقامه يعني قريبا من الاسوياء. يعني هو الحمد لله دخل بطولة جمهورية كان تحته 16 وكان اطعم الثمانية الاوائل. فهو كان بيتضرب مع الأسوياء ما كانش فيه عقب في نادي بلفؤاد إنما هو ما دخلوا للأعاقة عشان عمر كان الأول لعب في نادي بلفؤاد كان من ضمن ذو الهمم فدخلوا بأكي فريق النشاط ده بقى الوقت المضيف في نادي بلفؤاد يعني عشان عمر هو اللي بدأ النشاط ده في نادي بلفؤاد يعني هو اللي دخل اللعبة هنقول نادي بلفؤاد فهو كان بيت مرا عدي مع الأسوية وفعلا دخل البطولة مع الأسوية فعلا وحقق فيها فقلنا لأ خلاص إحنا يبقى تبع الزو الهمم على أساس أنه يبقى فيه بطولات ويبقى فيه فرصة أنه يشترك وفعلا دم حصل كان في منتخب مصر 2019 وحقق مدنيتين في بطولة أستراليا وفي البطولة الأكيرة اللي احنا كنا فيها دي في منتخب مصر في فرنسا اه برضو مدنيتين لأني هو أرقام مش عادية انت قلت لي يعني هو كمان كان بيلعب على أرقام قليلة وفجأ هناك قالوا هو بيتضرب على أساس حمل يعني القلة كان حمل أربع كيلو والقرس كان بيتضرب في كيلو فلما راحوا منك في فرنسا تفاجأ هو كابتن المدير الفاني أنه هما زودوا له الأحماج بقى ستة كيلو في القلة وكيلو مستعد في القرس فطبعاً عمر ما تهزش ولا حصل أي حاجة وقلنانا عمر انت أدها وأربع كيلو أنه في سبع كيلو كمان فانت كابتن بتعوه الحمد لله رب العالمين طمّنه وهو قال ماما انت قلت لأي عمر لما رأيت الأحمال تغيرت أنا أنا هو وأنا وأقولت إن شاء الله هتجب فيها وأرمي وأقوى بالفتة يعني هو مهاموش مهاموش ومهاموش من أي حاجة وقال لي لا يا ماما أنا خلاص مش خايف وأول ما كلمنا في التلفون قال يا ماما تغيروا الأحمال وأحمال فجلنا طبعاً انت متابعة معاه أول بأول يعني انت بص حضرتك، انت كانت عايشة معاه؟ أنا عايشة معاه برضو وهو بابالك ما الموجود هو برضو وبابال الفضل لي برضو يعني أنا بحباش طرور من مكاني هنا لأن طبعاً تعم معاه جداً سفر للقاهرة وبطولات لأنه هو فيه بطولتين في السنة يعني رايح جاي على طول معاه في القاهرة يعني أنا كنت جوا مع جوا البيت صراحة إنما بره بره هو كباً بابال اللي على طول بيأخذه بيجري هنا وبيروح هنا يعني هو كان شايف إنه عمر ده هيعمل كتير فالحمد لله رب العالمين كان عم طول لأي حاجة يحتاج أي حاجة لتن يجدها له مكانش بالصراحة ما أصلش معاه في أي حاجة أغطيلي هو حصل على دبلوم تجارة هو حصل على دبلوم تجارة وبرضو بابال اللي كان عم طول ماشي معاه في الناحية الدراسية برضو قابلنا برضو يعني مشكلات كتير لأنه كان لسه نظام الدمج لسه مطبعش كما يجب فإحنا الحمد لله رب العالمين وصلنا للغاية دبلوم تجارة وبعدين وقتنا يعني ركز شوية الرياضة بعد يعني أنت الرياضة في سن متأخر ولا من بدل أول من هو عنده 11 سنة بدأت تتاجه بقى لنحية إنه هو هيتفوق في لعبة معينة لكن لسه ما اكتشفتيهاش لا احنا رخنا لدي برفقات الكابتن ضياء قلق هو يلعب ألعبك هو هو لازم يلعب في فريق هو يلعب لعبة فردية ففعلا جربه وعمل بعض الاختبارات وقلق ده دول أنا هو على الفكرة الكابتن ضياء مدارب أسويق مش مدارب أعقاضي مني فهو اتعامل معاه من هذا المنطلط اتعامل معاه قال لأ أنا هدخله معي في فريق بتاعي وقلق هو يعني ما خربش من أي مشكلة ولا أي حاجة لأنه هو عمر ممش يعني إيه حابب إنه يعني عاية هو حاس أنه هيجي منه وأنه هو عمر نفسه فهو الحمد لله ما لقاش منه أي مشكلة فكان هو الغيب دلوقتي يتضرب مع الأسويق مش ممي يعني هو دلوقتي تنادب الفقاد مع الكابتن ضياء فهو يتضرب مع الأسويق فقعد عشر سنين أو 11 سنة تقريبا بيتضرب معاه يخش البطولات فمفيش الحمد لله ظهر لنا أي مشكلة بالعكس ده هو بيشكر فيه جدا وبيقول لا ده هو لسه كمان اللي جاي أحسن يعني آمل فيه خير يعني آمل خير جدا وخاصة بعد ما حقق كمان البطولات دي آآ آآ لأنه هو أرقامه الحمد لله رب العالمين مش يعني يعني قليلا من الأسوياء يعني كل الأسوياء هو ما يقدروش كمان يعملوها آآ لا عادي ما احنا بنقولها عادي آآ لا فعلا لأنه هو يعني يعني هو حاسب أنه هو مفيش حاجة أنا أنا ما عنديش أعاقه أنا عندي طاقة وهو الحتة دي مش عنده خالص الحمد لله فده بتشجعنا أهلا والحواليه كلنا تتعاملوا معاه نتعامل معاه بالعكس وعيدة منه كل حاجة يعني أنا مركزة أنا عندي أخوه عندي أخ غيره وعندي أخته آآ فأنا يعني كل تركزنا مع عمر ليه لأنه فعلا بصراحة يعني داي بيخليك تتشجعني أنت لا هتعملي معه حسن كل تعب هيجيب نتيجة وما بيقولش يعني مثلا يجري يروحي التمرين ييجي يعني في رمضان على على الفطار هو صايم وتمرين شاف لا جيم لا مش يا عمر تعبتك حبيبي لا أمام لا أنا إيه لازم أتعب والله هو بيقولي كده يعني هو حسس بالمسئولية يعني دي أهم حاجة أنا بقول لحضرتك يعني أنا مش مسئولية تحمل مسئولية إرادة عزيمة بصراحة يعني يعني أنا بيخليني يعني هتعمل له كل حاجة وولده نفس الحكاية وولده نفس الموضوع بس هو يعني الحمد لله ورب العالمين إن شاء الله هيوصل لحاجة أحسن منك يعني أنا بتوقع له أنه هو يعني حاجة أحسن منك وانتي بتبس في الطموح الاملك الامل اللي عندك انت يعني بترسميه وهو يحققه لك هو لا ده كمان بفكرة هو عنده كمان ميلو فنية بيرسم بيرسم هاتي عمر دين عمل العربية دي هو اللي عمله وبيعمل حاجات كتير بقى يعني مع الدية مثلا ما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا بس هي بقى أقل يعني الامكانيات لأن انا أصلا ايه مش مركزة في الحركة دي يعني هو عمل عربية بس جميل يا دي كانت كارتونة اه من الكارتونة والأول اللي مغلف هو اللي عمل الكراسي على فكرة يعني احنا ماشيين مع الدولة عايزها اعادة مخلفات البيئة بقى والشغل عليها والتدوير يعني اللي مش دي بس هو حاجات كتيرة يعني بس دي أخر حاجة عملتك ما شاء الله حاجة جميلة جدا فعلي بشكعه برضو في الحتة الفنية هلوة عاوية وراسمة يا عمر وراسمة كمان بيرسم عندهم يوفر لي الحمد لله من نفسه كده من الصمرة حتى يعني هو بدء من 12 سنة في الأعمال الفنية فماشاء الله هو كل حاجة يعني متفوق فيها الحمد لله رب العليا طيب عمر هيعرفي وصف لنا شعوره ساعتنا كان هنقول له مثلا انك غلبت واحد إسرائيلي بص يا عمر الوقتي انت لما غلبت الإسرائيلي فتتقول لك ماشي وجدت العلم هي هتسألك انت كنت في سعورك ايه وفر الحمد ايه هتقول ايه بقى انت تقول انا حسن وقال لي انا بهدي النجاح ده لمحمد صلاح هتقول الشهيد الشهيد محمد صلاح انا بهدي النجاح ونجاح المنتخب كله الشهيد محمد حتى هو عامل فيديو ونزى صورته في الاخر يا عمر طب انت عارف محمد صلاح قال لي ايه ماما ده ده اللي قتل الإسرائيلي وانا اللي هزمت الإسرائيلي بس هو اللي مش كده مش بيعبر انت يا عمر قلت لي ايه لما هزمت الإسرائيلي اللي كان واقف جنبك في الملعب في الملعب حسيت بايه ساعتها وعملت ايه في الارض انا حسيت اللي انا حسيت اللي انا حسيت اللي انا هدي نتيجة رفعت عالم مين رفعت عالم مصر فوق عالم اسرائيل وهو نزل سجد في الارض الحمد لله وبس اللي رفعت عالم مصر فوق اسرائيل وبهدي نتيجة للشهيد لا ببهدي نجاح للشهيد للشهيد محمد صلاح كان هو وبطل كده وقتل مؤربح يهودي وانت قتلت واحد انت هزمتوا يعني قتلتم وهم عندهم الهزيمة بفارق يعني خلاص هو اكيد اهو طب فين الصورة انت قلت لي معاكم صورة اه قتلينا الصورة كده بل من انتوا معانا كده بنوريكم شهادات ومجلدات وهنقول بطولات مترجمة في شهادات التأدير له وهنشوف الميداليات كل دي ميداليات ذهبية وفدية حاصل عليها عمر ويعني دروع وحاجات جميلة جدا جدا يعني حاجات حلوة او فشوفوا يعني احنا ببطل احنا ببطل في منزل بطل عالم يا جماعة نشوفوا الصورة كده دي صورة عمر في البطولة وده الاسرائيلي اللي كان بيلعب معاه وده الاسرائيلي اللي كان بيلعب معاه ربنا يبارك فيه يا رب ويحميه ويخلهولك اخر امنية هنقولك اخر امنية تتمنيها لعمر اه عمر انا انا غلطة مش هنسيبه لما ان شاء الله المستغر اللي يبقى احترى حدث الدنيا لان هو الاراضة لجواء العزيمة لجواء انتش هتعاياتي اليدة يعني المفروض يجيبها اطموع الفرح او ما هي دي اطموع الفرح حسيت انك تعبتي وشائتي وليتي نتيجة وعمر حققهالك بالضبط كده هو ما طايعش تعادل ولا تعبد بقى قدعب الكابتن بتاعه يعني انا يعني انا يعني انا بعيد مش من فرحة بي انا فرحة بي كده وبي وعده ان انا مش هتيه وانا انا بغاق يوصل الى اللي هو عايز ان شاء الله ويحقق كل احلامه يبقى احسن وحب الدنيا بإذن الله يا رب العالمي مبروك يا عمر ويا رب دايما كده مشرفنا ومفرحنا ومحقق اسمه مصر فوق كده في المحافل الدولية واسمه بورسعيد لما يذكر اسم مصر واسم انه هو شاب بورسعيدي دي حاجة يعني نفتخر بيها كل ما بالتوفيق دايما يا رب وكده مجاح وان شاء الله سيادة الرئيس محمد عبدالفتاح السيسي والله يعني الملف بتاع الولاد دول فعلا ملاقوش اي اهتمام قالت عده ايوه فعلا بس هما الولاد دول فعلا الملف بتاعهم فعلا ملاقاش اهتمام بالفاقة دي قالت عهد الرئيس محمد عبدالفتاح السيسي بصرف النظر عن اي حاجة تانية طبعا هو تم تكليمه منه قبل كده في 2019 وده الوسام الجمهورية من الطبقة الاولى واسام الجمهورية من الطبقة الاولى وان شاء الله يتكرم برضو باسم الله الوزير استقبلهم في المطار وان شاء الله يعني كل التكريماتهم بصراحة يديهم اهتمام ما كانش موجود فعلا اي حاجة تانية واكيد هيتكرم هنا من اللواء عاد المحافظ بورسعيد اللواء اه اه اللي فاتت وان شاء الله يتكرموا في البطولة دي فهو من شاء الله مشرفنا كده في كل حتى الحمد للرب العلاقين دايما يا رب بتساند وطبعا هي ما نسيتش زوجها اللي قالت ماشي معاها اه يعني خطوة ورا خطوة ورا عمر شكرا المتابعين الكرام متابعين جريدتهم وموقع اهل مصر في كل مكان كانت معكم سعادة ديب من وفزة بورسعيد